استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي مساء اليوم أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات والصعود وحي الرئيس مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والذي يعد تجسيدا لعمق العلاقة الأخوية والمصير الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقال رئيس الجمهورية إن قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود للتحالف العربي الداعم لليمن في وجه قوى التمرد والانقلاب التابعة للحوثي وصالح ومن يواليها سيظل محل تقدير واهتمام كافة أبناء شعبنا اليمني وأجياله المتعاقبة واستعرض الرئيس هادي بصورة موجزة مجملة الصعوبات والتحديات التي تواجه البلد جراء تداعيات حرب الحوثي وصالح على شعب اليمني وأثارها وتبعاتها على معيشة المواطن وأمنه واستقراره من جانبه عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ناقلا له تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود إلى متانة العلاقة الأخوية الحميمية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يجمعها الخيار الواحد والمصير المشترك مؤكدا حرص قيادتي البلدين لتنميتها وتطويرها باستمرار وأشاد ولي العهد السعودي بما تم إنجازه في اليمن من خطوات هامة لمزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقف مع أشقائها في اليمن وداعمة لقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربا منصور هادي حتى تحقيق كافة الأهداف